ايه 17 اللي هي بيت القصيد كله فراجع إلى نفسه وقال كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا أقوم وأذهب إلى أبي وأقول له يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك ولست مستحقا بعد أن أدعلك ابنا اجعلني كأحد أجرا لحظوا معاي يعني رجع إلى نفسه يعني رجع إلى رجده رجع إلى عقله رجع إلى صوابه كشخص مجنون مثل كرة الجدريين كان لابسا وعاقلا يعني رجع له عقله رجع له الرجد يعني مثل سكير رجع بعد صحوي يعني الصحي على حاله حبائي لاحظ كلام الآب كان ميتا شوف الوصف كان ميتا فعاش كان ضالا فوجد فإذن الخطيئة تعمي الأبصار الإنسان بيفقد الوعي بيفقد الاتزان بيفقد التمييز بكلمات أخرى بيصل الحالة فيه لا يميز بين الخير والشر أو يقول إنه الخير شر والشر خير أو ممكن يقول إنه الظلمة نور والنور ظلمة وهي اليوم بتشوفها من ناحية سياسية من ناحية دينية للأسف إنه الدين عن بيعمل أبصار بيصل إلى حالة التعصب وإلى التزمت مستعد يقتل من أجل الدين ليه؟ هاي الحالة اتعمى خلاص صار أعمى روحيا هالك ما عندوش أي أمل ما عندوش أي أرجاء محتاج بلغة الملاكمة محتاج خبطة يعني تصحي من السكرة اللي موجودة فيها من الجنون اللي موجودة فيه من فقدان العقل من العمى وفقدان الصواب والرجد بيحتاج لكف يصفع يعني بكلمات أخرى إنه يصحين فكم من الناس وصل الحال فيها إنه ما عادتش تميز بسبب الخطيئة هذا الشاب طب ما أنت عايش في بيت الآب لك كل ما تريد ولك كل ما تمتلك إيه اللي خلاك إنك تروح تترك البيت ويصل فيك الوضع المأساة والمعاناة إنك ترعى الخنزير لكن القصة مش هون مش بس يرعى الخنزير عم بيتقاتل هو والخنزير على الخرنوب